موسيقى خاصة في دور أبطال آسيا متألق فرض راسو كلاعب غير ممكن أنه يفيد المنتخب الوطني إن شاء الله في قادم المنافسات الحديث كذلك عن أخيراً اختيار إبراهيم دياز لألوان المنتخب الوطني المغربي مسألة ربما خلقات ضجة في الأسابيع الأخيرة خاصة مع الإعلان الإسباني الذي كان يمني النفس أن إبراهيم دياز يختار ألوان المنتخب الإسباني إلا أن الحض حالف مش نقول الحض نقول حتى العمل كبير اللي قامت به الجامعة الملكية في شخص الرئيس فوزي القجاع اللي خلق أخيراً إبراهيم دياز يختار ألوان المنتخب المغربي ومن شاء الله تكون إضافة كبيرة يقدمها إلى جانب الأسماء الكبيرة كحكيم جياش بونو وكذلك حكيمي بالنسبة للخط دفاع كنا نلاحظه عودة أشرف داري خاصة بعد انتقاله إلى الدوري البجيكي بداية خوضه لمجموعة المباريات وعودته إلى التنافسية جديد ثقة في الشيبي خاصة أنه في المقابلات اللي لعبه في كاس أفريقيا بين أنه يستحق الممنذة عليه من جديد كذلك لاحظنا عودة لعب إلياس بن صغير لعب موناكو اللي تقلق منذ الموصل الماضي واللي كان بين غير ما مرة أنه بغي لعب للمنتخب المغربي كذلك أخو ماش اللي بالإيضاءة انقدرون زيدوا كذلك على إبراهيم دياز اللي رفض الدعوة للمنتخب الإسباني وفي الضغط كبير ما يكونش على اللاعبين وإنما على المدرب لأنه العام الآن عنده واحد لائحة كتضم خيرة اللاعبين المغاربة اللي من يكون فيهم اللي يلعبوا في فرق العالمية على أصليم مثلاً بحل حكيمية حكيم زياج كذلك وإبراهيم دياز الضغط كبير على الريقراغي لإيجاد توليفة المناسبة وتكريس الطموحات للشعب المغربي في التتويج بكأس الأفريقية القادمة اللي ستكون منظمة إن شاء الله في المغرب وكذلك إبصاء البصن على مشاركة فعالة في كأس العالم القادم إن شاء الله اللي ستكون في الولايات المتحدة بتشارك مع المكسيك وكندا للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابنوا وتفعلوا الجرس بش يوصلكم جديد لسات تيفي